موسيقى موسيقى أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في خلقة جديدة من برنامجكم كلمة حل ما زلنا نحصي النقاط المضيئة على أرض مصر خلقة اليوم لها طابع خاص لأننا نتكلم فيها عن عمال مصر وعشان نتكلم عن عمال مصر كان لابد أن نذهب إلى بيتهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونلتقي بالنقابي الجليل الأستاذ عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة مواد البناء وتجارة الأخشاب أهلاً سلام فندم نورتنا أهلاً بيك فندم لو حابنا ناخد نبزة عن الأستاذ عبد المنعم الجمل تقول لي عبد النعم الجمل رئيس النقابة العامة العاملين في صناعات البناء والأخشاب نائب رئيس الاتحاد نقابات عمال مصر للعلاقات الدولية رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب البي دابلو آي رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد المهن العربي للبناء والأخشاب عضو مجلس إدارة في شركة النص عضو مجلس إدارة الشركة القبضة للتشهيد عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي خلاني نتكلم بقى ونخش على طول عن دور النقابة ايه دور النقابة؟ ليه أعضاها بالتحديد؟ النقابات العمالية هي لها دور كبير طبعا في الحفاظ على مكتسبات وحقوق العمال دور يتعلق بمشاركتها في التشريعات الاجتماعية اللي هي بتتعلق بالعمال بردو زي تأمينات الاجتماعية التأمين الصحي، قانون العمل أي تشريعات تتعلق بالعمالة بتشارك في خطط الدولة برأيها بوجودها الدور الخاص بالعمال هو طبعا رعايتهم صحيا واجتماعيا محاولة الاتقاء بمستواهم الثقافي والتعليمي والمحافظة على حقوقهم طبعا مشاركة في وضع اللوائح والنظم الخاصة بهم داخل المنشآت بتاعتهم وداخل الشركات اللي بيشتغلوا فيها أدوار عديدة حتى بتتعدى الخطوط بتاعتها اللي هي الأنشطة الثقافية والأنشطة الاجتماعية والأنشطة الرياضية اللي هي مجالات عديدة بكل ما يعني العامل واللي بيحتاج إليه حضراجة فانتم انتخبت لمدة مرتين متتاليتين رئيسا للنقابة كان إيه الملف اللي كان بيشغلك كل مدة ولسه يعني بدأ عليه أو بتشتغل عليه طبعا العمالة الغير منتظمة دي حاجة ملحة باستمرار اللي هي العمالة اللي بتشتغل باليومية وبتشتغل ملحة صاحب عمل وده بتحتاج رعاية خاصة سواء إذا كان رعاية صحية أو رعاية تأمينية الحقوق الخاصة بيهم إزاي نحافظ عليهم نعتقد مستواهم برضو في المهن اللي بيشتغلوا فيها طبعا قطاع الأعمال العام من الهموم المهمة جدا عندنا واللي بنحاول نحافظ عليها بشكل كبير جدا في نفس الوقت بالقطاع الخاص مش بعيدة عننا لإنه برضو بيعاني بعض القطاعات بتاعتهم بمشاكل زي مثلا صناعة الأساس وصناعة الأخشاب والمنتجات الخاصة بهم خلاني نتكلم بقى عن مواد البناء والأسعار الباهزة اللي ارتفعت ارتفاع وانخفاض ارتفاع وانخفاض سببها إيه؟ وإزاي نقدر نسيطر عليها؟ فيه شك إن احنا في الفترة اللي فاتت والسنين اللي فاتت كلها كان فيه ارتفاع في المواد الحكمة بالنسبة لصناعة التشريد تحديدا اللي زي الأسمنت والحديد والمكونات الخاصة بالصناعة دي ودي يمكن اللي يمكن تنبهت لها الدولة شويوة والنهاردة مثلا فيه مصنع كبير تفتح في بانيس ويف في المنطقة بتاعت بانيس ويف اللي بينتج 12 مليون طن أسمنت في السنة وده كان حاجة عملت عشان نقدر نواجه بيها شكل من أشكال الاحتقار اللي بقى موجود في السوق إن أغلب الشركات اللي بتنتج الأسمنت هي شركات أجنبية موجودة بشكل كبير بتتعامل مع السوق بربحيتها هي ملهاش علاقة بإنها ما يبقاش لها دور اجتماعي في قصة تحديد الأسعار بشكل كبير الابتصاد كمان للحرم ده عرض وطلب ووفقا لتكاليف وتكلفة بيتحملوها القطاعات الأخرى برضو المتعلقة بصناعة الأخشاب والكنتر والأخشاب المتعلقة بيه اللي بتخش في الأساس تحديدا واللي اتفتح قدامها الاستراد بشكل كبير قوي فأصبح يأثر على الصناعة الماصية زي المشكلة اللي بتواجهها مثلا شركة فيبر بورد في ديشنا في السعيد مصر في مواجهة سوق بتنزل منتجات من الخارج فبتخلي المنتج بتاعه في السوق بالشركة فانت بقطاع عام؟ هي ملكية عامة بالكامل مساهمة فيها عدد من القطاعات شركات وهيئات الشركة القبضة الغذائية بعض الشركات الأخرى هي كلها مال عام لكن في شكل شركة مساهمة مصرية فدي برضو من الحاجات اللي بتواجهنا في معاولة زبط السعر في السوق اللي هو بقى محتاج ان احنا النهاردة يبقى فيه رقابة احنا مش رد ان حد يكسب بالعكس نحن يكسب بس المكسب المعقول اللي هو اللي يغطي تكاليفه وفي نفس الوقت فيه ربحية خاصة به ما تباشر ربحية وما يضرش الاخرين وفي نفس الوقت يعمل حركة في السوق لان احنا النهاردة لما بتتفع أسعار الخامات دي بتعزف شوية بعض الناس عن انها تبني او انها تنشئ المباني بتاعتها التدابير المالية بتاعتها برضو بتصطدم بتغير سريع في الأسعار فبالتالي ممكن تلاقي كتير من المشروعات اللي بتتوقف عشان ما يقدرش يواجه الزيادة اللي زادت في السوق فدي برضو يعني محتاجة شوية مراجعة والمنافسة والاحتقار والكلام ده كله كل الاجهزة دي مفروض تشتغلوا عليها طبعا واحنا بنحاول نتشتغل عليها وبنتواصل مع الجهات عديدة وبنتكلم فيها لان تأسير توقف الصناعة او تعصرها لتأسير سلبي على العمالة الخاصة بنا احنا كلنا في مركب واحد في طريق واحد وكلها حلقات موصولة ببعضها لابد انها كلها تشتغل مع بعضها بتتوقف شركات بتتوقف عمالة مواجهة الأسعار العالية والسريعة طبعا بتأثر على مشاريع لان اكيد اي واحد ممكن بينشئ مبنى فهو بيعمل حسابه في التدفقات المالية هيجيبها ازاي وتصرف فيها ازاي لكن لما تبقى الزيادات عالية اوي فبالتالي ما يقدرش انه هو يكمل بالسرعة اللي هي مطلوبة منه في نفس الوقت السرعة ففيها استثمار اسرع وبالتالي عائد على البلد افضل وعلى المواطنين اكتر وعلى العمال اكتر هل فيه في انتم تعاون مسمى بين النقابة وبين جميع جهزة الدولة المختلفة والحكومة المصرية؟ احنا بنتواصل مع كل الاجهزة مع وزارة القوى العاملة مع وزارة الاسكان مع وزارة القطاع العاملة العاملة مع المالية مع كتير من القطاعات اللي موجودة في الدولة لكن انت عندك مشكلة من الممكن نقول ان ظروفنا الاقتصادية صعبة لسه شوية الامال والطموحات اللي موجودة عندنا وعند الاخرين حتى الحكومة تصطدم ببعض المعوقات البالية في عملية التمويل وانك ازاي تقدر تواجه كل المشاكل اللي موجودة عندك اللي تقدر بيها تعدل الامور بشكل كويس وايجابي شكل كطاع صناعة البناء افندم من 4 سنوات ماضية كان شكله ايه والنهاردة شكله ايه؟ احنا عايزين نقول ان فيه فترتين فترة ما قبل 2011 وفترة ما بعد 2011 والفترة اللي استقرت فيها البلد بشكل كبير مع ولاية رئيس السيسي ففي فترات يمكن قبل 2011 كان عندنا تعصر في شركات المأولاد بشكل معين بعد 2011 طبعا حصل تعصر كامل لانه توقفت يمكن عمليات كتير خاصة بقطاع التشهيد بعد كده في ولاية الرئيس السيسي وابتدينا في الدخول اللي احنا بنقول عليه ان احنا كنا محظوظين فيه قطاع التشهيد ان فيه مشروعات كتير بتتعمل فبالتالي العمالة بتاعتنا بتشتغل شركاتنا بتشتغل بشكل كبير المشروعات نفسها اللي اتعملت احنا بم بوصلها على دايما بنقول ان قاطرة التنمية في اي مجتمع هي التشهيد طالما بتعمل طرق وبتعمل مدن وبتبتدي في مناطق كتير فاكيد ان الاستثمارات بتزيد وبالتالي بيبقى فيه فرص عمل بتتواجد بشكل كبير في المستعبة مردودها ممكن اه بيتأخر شوية زي زي اي مشروع بيتعمل ان التنمية بتنب بشكل متتالي وبالتالي تبتدي تأثر في انها توفر فرص عمل بشكل كبير تعمل المجتمعات الجديدة ديت فبالتالي نقدر نستوعب حجم كبير من الشباب ومن العمال لان قوة العمل اللي موجودة دلوقتي 35 مليون واعتقد ان فيه خرجين وفيه اجيال تانية جاية فاعتقد ان المشروعات دي هيكون مردودها ايجابي سنة اتنين تلاتة لكن في طريق صحيح يعني شركات قطاع العمل الفندم اللي هي خاصة بمواد البناء في منها معظم هذه الشركات خاسرة هل انت مع خاصة هذه الشركات لا احنا مش مع عملية الخاص خاصة لكننا احنا مع عملية انه زي ما بنقول ادامجة مثلا لا اصلاح الهياكل التمولية الخاصة بيها ازاي نقدر نساعد الشركات دي انها تقف بعد فترة طويلة ما ضخش فيها استثمارات بشكل كبير كانت الفكرة ان ازاي الشركات دي تقف على رجليها زي ما بنقول كده في تمويل في استثمارات في ان اتحدث معدتها في انك تدرب عمالها كل ده مهم جدا لسه كنا بنتكلم عن الاحتكار احنا بنشوف شركات قطاع الاعمال العام من الادوات اللي ممكن تعمل فيها توازن في السوق ما تبقاش كل حاجة تحت سيطرة القطاع الخاص ولا المستثمرين الاجانب يبقى في حاجة في ايدك بتقدر تواجه بيها في زلزال التسعينات كانت الشركات المأولاد اللي هي قطاع العام قطاع الاعمال العام هي اللي قدرت تقف وتقدر تعيد التوازن مرة تانية بعد الحادث الكبير اللي حصل في زلزال التسعينات الاتنين يجب ان يكونوا موجودين احنا مش ضد المستثمر مش ضد الاستثمار مش ضد وجود القطاع الخاص لكن يجب ان الدولة تحتفظ بمكونات خاصة بيها في كل الصناعات وكل المجالات تقدر تواجه بيها في نفس الوقت تقدر تعمل التوازن احنا في الفترة اللي حصل فيها ازمات اعتقد ان الشركات الوطنية الخاصة بقوات المسلحة كان لها دور كبير جدا انها تواجدت في فترة كان البعض بيحاول يتغول على السوق فيها تقدر تعمل هذا التوازن نفس الشيء شركات قطاع العام وقطاع العام اللي عام موجودها مهم وموجودة في كل دول العالم على فكرة يعني احنا مش مش النموذج الوحيد اللي موجود لا موجود قطاع عام وقطاع عام موجود في السويد موجود في فرنسا موجود في انجلترا موجود في امريكا بالرغم انها شركات او دول رأس مالية وبتؤمن بالاقتصاد الحر لكن موجودة فيها كدولة بتقدر تعمل التوازن وتقدر تحافظ على المواطن وتحافظ على البلد واقتصادها بصفتك فدم عضو في مجلس ادارة في احدى شركات الاسكان الكبرى رأي حضرك في قانون الاسكان ايه؟ اكيد ان احنا كل الفترة كده مفروض يتطور احنا كنا بنعاني في شركات الاسكان وشركات المعولات من تأخر موضوع الترخيص انها كانت بتاخد فترات طويلة والفترات الطويلة دي كانت بتعطل استثمارات كتير وكانت بتسبب ازمات كتير اعتقد انه قانون جديد يقدر يسهل هذه الامور في نفس الوقت يعمل مصالحة مع المشاكل اللي حصلت خلال السنوات اللي فاتت لان خلي بالحضرتك برضو هدي المباني اللي تبنته الكلام ده كله احنا بنهضر صروة ازاي نعالب وازاي نستفيد وازاي نقدر نتجاوز الاخطاء اللي حصلت ونقدر في نفس الوقت انطور هذه المناطق بالشكل اللي ممكن يبقى ايجابي ومقبول بالنسبة للمجتمع ايه المشاكل الفندم اللي بتقابل صناعة ومواد البناء في مصر طبعا التغير اللي حصل في العملة كان ليه تأثير كبير طبعا ان احنا بنعتمد في بعض الحاجات على الخامات من الخارج في نفس الوقت عندك خامات تانية انت بتحاول توصل فيها للسعر العالمي بتحاول ترفع الدعم شوية عن بعض المصادر الطاقة اللي بتشتغل بيها المصانع والشركات دي دي بوجهة الشركات بشكل كبير في انها اثرت تأثير سلبي في الربحية بتاعت الشركات واستمرارها وده اعتقد انه انه خلاص يبتدينا نتجاوزه ان العملية بتدت تستقر بشكل ايجابي شوية انت فندم مع قانون الاسكان الجديد اللي هو بيتيح للمواطن الاجنابي شراء واحدة سكنية اه على الاقل بمتين وخمسين الف دولار مقابل الاقامة لمدة محددة مفيش ما يبنى على فكرة موجودة بدول يعني احنا مش بنعمل يا موجودة في كل ومعظم دول خليل حتى اخرها الامارات كانت بتعلن يعني يعني انا مش يعني ان في البعض اللي بيهاجم حاجات زي دي ويتصورها وكأننا مثلا بيبيع الوطن او بيبيع الاماكن بتاعتنا مقابل اقامة الاخرين اعتقد ده موضوع ما فيهوش مشكلة خالص اه في نفس الوقت انا ما اعتقدش ان فيه واحد اجنبه ياخد الوحدة السكنية ويروح بيها هي موجودة اه هو موجود في نفس الوقت هو بيعتبر بيستصمر في المكان ده بيعتبر برضو بيعملي دخل في البلد لانه مجيه ومرواحه برضو هو فيه حركة وروازة وسلاحة في نفس الوقت بيستخدم حاجات عندي بيشتريها كل ده اه شيء ايجابي مشوحش ايه اللي بتفكر فيه انك رابا فان ده ملسه محققتهش لا بنفكر في حاجات كتير اهمها ايه اهمها ان احنا نوصل لحد قدنا للاجر عادل بالفعل ان عمالنا يبقوا قادرين على انهم يعيشوا بشكل فيه اريحية شوية يقدروا يواجهوا الظروف الصعبة اللي بيعيشوها في انه يقدر يعلم ابنه كويس يعلم ولاده كويس يقدر يوفر رعاية صحية جيدة لولاده سكن ملائم وسكن كريم ومحترم يقدر يلاقي وسيلة مواصلات برضو محترمة يلاقي شارع نضيف يلاقي لا كل حاجة كل ما يعنيه المواطن يمكن ده اللي بيسعى اليه سيادة الرئيس من ضمن منظومة التأمين الصح الجديد اكيد طبعا احنا فيه فيه شوية او بمعنى صح مجموعة من التشريعات اللي احنا بنقول عليها تشريعات اجتماعية وتتعلق في الصميم بالعمال العمال هم الشغيلة وهم في نفس الوقت هم المواطنين هم المستهلكين هم اللي بيستخدموا الادوات دي كلها فبالتالي لما نبصلهم شوية في ان احنا بنحسن الطرق وبنحسن المناطق بتاعتنا يعني احنا كان فيه فيه في الفترة اللي فاتت شغل جتير جدا اتعمل في العشويات وكان جيد جدا انا واحد من السيدة زينم شفت نموذج اتعمل في منطقة زي تل العقارب والمناطق دي حاجة جيدة اه ان احنا نكلل الناس تعيش بالشكل كويس في نفس الوقت ازاي بلدنا تبان بالمظهر الطيب والمحترم بتاعها حضراك راح ابيت توجه رسالة للحكومة تقول لها ايه اتمنى انهم يبقوا على نفس السرعة بتاعت رئيس الجمهورية اه ان احنا في حريقة بنشوف ان رئيس الجمهورية اسرع شوية من الحكومة اه في حين ان احنا عايزينهم يجروا مع بعض لان فيه حاجات بتأخر حاجات اه التردد اه بعض القرارات اللي بنشوفها اه متأخرة شوية اه اه الحسم الامور السريعة اه في نفس الوقت اختيارات اللي من يديروا اه في اماكن عديدة محتاجة مراجعة مرة تانية اه لان القطاعات كلها فيها فيها اه فيها شغل مفروض انه من يقود يبقى فعلا الرجل المناسب في المكان دو اه نبعد شوية عن المجملات واهل الصفوة واهل الثقة وخلينا نبقى مع الكفاءات مصر فيها كفاءات كتيرة جدا موجودة في قطاعات عديدة بس نديها الفرصة من الممكن انها تحقق بذات الكفاءات الشابة اه طبعا طبعا اكيد عندنا شباب كتير واعد بس ياخدوا الفرصة بشكل محترم بنتمنى من المشروع بتاع الرئيس الخاص باعداد القيادات الشابة انه يظهر بقى للنور بقى لنا فترة طويلة هما بيتدربوا بيتجهزوا بشكل معين احنا نتمنى انهم بقوا موجودين بقوة في الفترة اللي جاية يكتسبوا خبرة في نفس الوقت ويفيدوا المجتمع بشكل كبير كلامة توجهها للسيد الرئيس تقول له ايه فنم قل له الله يكون فعولك جيت في ظروف صعبة تحملت مسئولية بشكل كبير قابله برضو المستشار عدل بنصور كان تقلد المنصب دوت وكانت فترة من اصعب الفترات فترة الرئيس سيسي فيها انجازات كتير جدا من الممكن الناس ما تكونش شايفة النواتج بتاعتها دلوقت لكن احنا من قطعات بتعرف انك لما بتبني بتاخد فترة عشان تاخد الناتج بتاعك محتاجين ان احنا ندعمه بشكل كبير خلال الفترة اللي جاية احنا كتنظيم نقابي من ضمن شغلنا هو الدبلوماسية النعمة او اللي بيسموها الدبلوماسية الشعبية اللي موجودة من خلال علاقاتنا بزميلنا واشقائنا في كل بلاد العالم كتنظيمات نقابية بنشارك بنزهر صورة مصر بالشكل الايجابي والمحترم اللي بعض الاعلام كان بتتصيد للبلد بشكل كبير وكان يبينقل عندها حاجات مش موجودة ازاي نقدر نعيد مصر الافريقيا بشكل كبير لان في افريقيا محتاجانا واحنا محتاجانا وده اللي يمكن بيعملوا سيادة رئيس حاليا ماشي فيه وهو بالمناسبة دي انا رئاستي لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط كان شغلة عملناها على مدار اربع خمس سنين على الجانب الاخر تشجيع الاخرين على انهم يجوا واستثمروا في مصر ويشوفوا مصر بالشكل دي طبعا رئيس الجمهورية بنتمنى له التوفيق خلال الفترة اللي جاية لسه الامور بالنسبة لنا محتاجة مجهود بس محتاجة تضافر الاخرين معاهم مع الاجهزة المعنية الاخرى مش تزعب من عمل جمل الكلام حضرتك محتاج لحلقات وحلقات ولكن للأسف فوقت حلقتنا انتهى اسمح لان انا شكرك وقولك انت كنت ضيف عزيز معانا نورتنا وشرفتنا واثرتنا بمعلومات قيمة شكرا لحضرك يا فاند شكرا يا فاند وفي نهاية حلقتنا بنشكركم عزيزي المشاهدين على حسن المتابعة على ان نراكم في خلقات قادمة من برناميكم كل ما تحقق انتظرونا كان معكم رجب ابراهيم الى اللقاء اشتركوا في القناة